الهدية مش نسيك فيها بس ما كنتش حابب أدهلك النهاردة أبدا وبعدين أنا براجع كده فلقيتها في وشي فأقسم عليكم بالله اللي ياخد الهدية دي النهاردة بالله عليك اوعى تدعو بهذا الدعاء إلا عند الضرورة القصوى بالله عليك مرة تانية أو تالتة بالله عليكم يا ستات أنا بقول لكم قبل ما أقول الدعاءهم أو قبل ما أقول الهدية بالله عليكم اوعى الدعاء ده إلا عند الضرورة القصوى هذا الدعاء لا يعلم للصبيان ولا للصفهاء في بعض الناس كده ربنا عافيك مهمتهم في الدنيا أذى الناس ومهما حاولت بكل طريق أن أنت تكف أزاه عنك إش هتقدر هو كده ربنا خلقه يؤذي في خلقه ابتلاء لخلقه لنصح ولا إرشاد ولا كلمة طيبة ولا يعرفون لصديق حق ولا يرعون في جار شرع فالإنسان اللي أنت يأست منه وخلاص جبت أخرك منه في أذى هتعمل اللي أقول لك علينا ولكن احذر لأن الله سيقسمه احذر ما فيش في الدعاء ده تهريك ولا فيش فيه تجريب حضرتك تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة والنصر على المظلوم وبعد ما تسلم تقول ترفع إيدك كده وتقول اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على سيدنا محمد النبينا وسلم اللهم كفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد يعني الأعناق اللهم كفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد بترائب الولائد أعناق الإماء والنساء يعني وأرصخه على هامته وسط الرأس كرسوخ السجيل الحجارة المشتعلة بالنار على هام أصحاب الفيل وحسبنا الله ونعم الوكيل الدعاء تاني بعد ما تصل ركتين بنية قضاء الحاجة والنصر على المظلوم تقول بعد ما تسلم وانت قاعد مكانك ما تقومش اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على نبينا سيدنا محمد وسلم اللهم كفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد بطرائب الولائد وأرصخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل وحسبنا الله ونعم الوكيل إياكم والتجربة في هذا الدعاء أو أن تعلموه لصبيانكم أو لصفاءكم إياكم وأن تفعلوه في ساعة غضب فإنه لا ينفع معه عودة ولا رجوع ولا ندم لصفاء أو لصفاء